سأكمل إن شاء الله الجزء الثالث من شرح الهيكل وآخر جزء بإذن الله للموديول فورس اند موشن البدء بالجراف ده الجراف ده بيوضح لي الدستانس على التايم بيوضح لي المسافة اللي بيمشيها جسم ما لكل وقت معين الدستانس بالمتر ممكن تبقى بالكيلو متر عادي والتايم بالثانية بالدقيقة باليوم أياً كان آآ فالخط الستريت ده بيوضح لي إن الجسم ماشي بيكونستانس سبيد أو مسافة آآ أو سرعة ثابتة هي السرعة عندي سبيد دستانس ديفايدد باي تايم آآ فالجسم ماشي بسرعة ثابتة عشان الخط بيكون ستريت بعد كده جايب لي مسألة وعايزني أجيب السبيد للسي ترتل دي أول حاجة هي ماشية بسرعات مختلفة لإن الخط مش ستريت فهو عايز نجيب من اليوم صفر لليوم الثاني أجيب السرعة بتاعة الترتل دي وخلي بالي هو عايز السرعة ماشي للدستانس هو عايز السرعة اللي هي السبيد بتساوي الدستانس ديفايدد باي تايم هنيجي من اليوم الصفر لليوم الثاني اليوم الثاني هو أو السي ترتل ماشية بمقدار عشرة كيلومتر يعني الدستانس بتاعتها عشرة كيلومتر والتايم بتاعها اثنين يوم يبقى عشرة على الاتنين فيها خمسة كيلومتر على الدي خمسة كيلومتر طيب هو عايز بعد كده من الدي تو للدي ثري الدي توز اللي استأخدين الوقت إنه هو ماشي بمسافة عشرة والدي ثري ماشي بمسافة تناشر هنطرح اكس 2 من اكس 1 اللي هي اتناشر ناقص عشرة وهنطرح اليوم التالت من اليوم التاني نسمي ده مثلا اكس او واي 1 أو Y2 وهنا Y1 يبقى هنا X2 ناقص X1 12 ناقص 10 Y2 ناقص Y1 أي 3 ناقص 2 يدينا لو عملناها بقى على الآلة الحزبة يدينا 2 كيلو متر على الday طيب بعد كده عايز من day 3 to day 4 day 3 and day 4 لقينا أن هي ماشية بنفس الصورة على أن distance 1 distance 1 فهنا لو عملناها مثلا لو حبينا نمشي على الخطوات يبقى 12 minus 12 على 4 minus 3 يدينا 0 0 كيلو متر بعد كده من day 4 to day 6 day 4 day 6 ال speed بتاعة day 4 12 day 6 24 يبقى هنترح X2 minus X1 Y2 minus Y1 بقى كده 24 ناقص 12 على 6 ناقص 4 يديني الناتج 6 كيلو متر على اليوم دي كده السرعات بتاعة من اليوم من اليوم 0 يوم 1 مشيت 16 كيلو متر من اليوم تاعة الأول للتاني 32 تاني للتالت 48 64 86 لو لاحظنا لو لاحظنا الأرقام هنلاقيها بتزيد كل يوم بتزيد 16 كيلو متر من اليوم التالت للتاني التالت 16 من اليوم التالت الرابع 16 الرابع للخمس 16 الخمس للساد 16 وهكذا هي مشية بسرعة منتظمة 16 كيلو متر سرعة ثابتة أو منتظمة يبقى هنا لو حطينا بالكيلو متر طبعا وهنا يبقى السرعة بتاعتي هتكون ازاي اللاين بتاعي هيكون هيكون لان هي ماشية بمسافة ثابتة وهيكون زي ما هو موجود في الشكل ده يبقى دي إجابة أول سؤال هو كان عايزنا أقول إن الجراس هيرسمه ازاي بعد كده عايزني أجيب السرعة بتاعة الترتل في اليوم العاشر عايزنا أجيبها في اليوم العاشر ديستنس بتاعتها في اليوم العاشر أنا خلاص عرفت إن هي بتمشي كل عشاء كل يوم 16 كيلو متر فخلاص هي سهلة بالنسبالي إن أنا هجمع 16 أو دي 96 زائد 16 يديني اليوم السابع وزائد 16 يديني اليوم الثامن زائد 16 يديني اليوم التاسع زائد 16 يديني اليوم العاشر يديني كام هيطلع في الناتج الآخر 160 ممكن أجيبها بطريقة تانية إن هو عايز اليوم العاشر وهي بتمشي بمسافة ثابتة 16 كيلو متر كل يوم يعني 16 10 16 ب160 كيلو متر بير دي يبقى إما أجيبها بالطريقة اللي أنا أجمع 16 زائد أو الرقم بتاع اليوم زائد 16 وزود عليه 16 يأما أجيب عشرة اللي هو عدد الأيام اللي عايزها في المسافة اللي بتمشيها ب16 يديني برضو الناتج بعد كده عندي الجراف ده الجراف ده طبعا عمالة بتقل وبعد كده بتتوقف بعد كده بتقل بعد كده بيتوقف بعد كده بتقل يبقى بينزل بسرعة سابتة الأربع متر يعني أهو لأن العشرة نقصة 6 يبقى أربع متر فيه خلال دقيقة لأن المسافة أو التايم عندي بالدقيقة بعد كده هيستوب هيتوقف لمدة دقيقة تانية بعد كده هينزل دون برضو من 6 ل 2 برضو 4 كيلو أو 4 متر وبعد كده لمدة دقيقة من هنا لهنا دي دقيقة من 2 ل 3 دقيقة بعد كده هيتوقف أو هيتوقف السرعة بتاعده هتتوقف وبعد كده هينزل بعد كده هينزل 2 متر ده تفسير الجراف اللي قدامي بعد كده فيه مسألة هنحسب السرعة هو ماشي هو ماشي ان دي مسافة لا دي سرعة والسرعة احنا عارفين ان هي او الاسبيد بتساوي distance divided by time فهو انا هنا الديستنس عندي على الTIME اللي هي 35 كيلو متر على الساعة دي الديستنس على الTIME او دي الاسبيد وبعد كده هقوم اسماها تاني على الاتنين فهو هنا جايبلي الاسبيد وبعد كده جايبلي تاني المسافة الديستنس 175 على 3 hour احنا اصلا الافريج سبيد بنجمع كل السرعات او كل المسافة على الزمن يعني نجمع جميع المسافات على الازمان فهو هنا جايبلي مسافة وهنا جايبلي مسافة بس المشكلة ان هنا جايبلي سرعة فانا هعمل ايه هجمع ازاي ان انا عندي دلوقتي المسافة الاولى 55 تمام والمسافة التانية 175 ده كده اوكي طيب المسافة التالتة هجيبها ازاي هو جايب لسبيد يبقى انا هجيبها ازاي هي الديستنس بتاعتي او السرع جايبلي الديستنس او المسافة على التايم اللي هي 35 على الساعة 35 متر كيلو متر هقسمها على الاتنين ساعات لانه هو جايبها هو ماشي خلال ساعتين يبقى على الاتنين طبعا انتخذتوا في الرياضة المقام المقام بيكون في البسط يعني هنشيل المقام ده ونطلع فوق المقام وبعد كده المقام هنقوم نطلع الاتنين دي فوق وطبعا على الواحد فالواحد يعني عادي مش هيتحسب بقى اللي هو السرعة التالتة بتاعتي او ده المسافة التالتة بتاعتي انا كده حولتها بمسافة او حولت السرعة بتاعتي للمسافة تمام نشرحها تاني هو عندي دلوقتي بنحسب بتساوي المسافات كلها على الزمن طيب انا عايز احسب الزمن تاني الزمن عندي ساعة زائد ساعتين زائد تلات ساعات ده كده كل الازمان كل الزمن بس هنا المسافات ناقص مسافة عايز اجيبها هو جايبها لي بالسبيد فانا حولها للديستنس بتاعتي بتساوي الديستنس على الديستنس وعيد till time فالديستنس على time كده او خمسة كيلو متر على الاور طيب على الساعتين اللي هو ماشيهم على الساعتين اللي هو ماشيهم ده time التاني بتاعي طيب هيقوم ده يطلع فوق بإشارة متعكسة يعني بدلا ما كان اسمها هيبقى ضرب 35 في 2 هقوم حطاها ما بين قصين 35 في 2 أو اكتبها 70 على طول طبعا هحسبها على الآلة الحسبة يطلع لي 50 كيلو متر على الثانية بعد كده عندي قانون نيوتن الثاني بيقول ايه بيقول الأكسلوريشن بتساوي ايه إن الأكسلوريشن بتاعة الأوبجيكت أو التصارع بتاع الأوبجيكت أو بتاع الجسم بيساوي الفورس أو النيت فورس محصلة القوة على القتلة طيب هنجيبها يعني هو لو جاب لنا مسألة هنجيبها ازاي لو قال لي مثلا احسب الأكسلوريشن لما يكون الفورس 2 نيوتن بتأثر على قرى عندها 0.60 ماس كيلو جرام طبعا الماس بالكيلو جرام والفورس بالنيوتن اليونت بتاعتها نيوتن والأكسلوريشن وحدة القياس أو اليونت بتاعتها ميتر بير ساكن سكوير فهو جايب لي الف عندي بتساوي كام 2 نيوتن هنا المفروض فيه point كده 2 نيوتن 2.0 اللي هي 2 وي الماس بتساوي 0.60 كيلو جرام يبقى الأي اللي هي اختصار الأكسلوريشن بساوي F على M 2 على 0.60 يعني هيديني 3.33 ميتر بير ساكن سكوير هو ممكن نقربها ل3 وممكن نكتبها الرقم ده عادي بعد كده الفريكشن أن الجسم وهو بيتحرك عشان يتوقف لازم تأثر عليه قواء اللي هي قواء الفريكشن قواء الاحتكاك عشان تتوقف أو توقف الجسم فلو احنا مثلا حطين كتاب على التابل وبنحركه فلما نسيبه لما نسيب الكتاب من ادينا هنلاقي الكتاب توقف ليه توقف عشان الفريكشن اللي ما بين التابل والبوك تخلت الكتاب يتوقف عن الحركة طيب زي السيارة اللي ماشي على الطريق ماشي على الطريق فبتتوقف ازاي ان هي الفرامل بتاعتها لما يدوس فرامل فبيعمل احتكاك للتايرد مع الرود للإطار بتاع العجل مع الطريق فبيخلي السيارة تتوقف بسبب قوة الفريكشن أو قوة الاحتكاك طيب ايه اللي هيحصل لو ما فيش قوة فريكشن اثرت على البوك والتابل يعني ما فيش قوة فريكشن ما بين البوك والتابل ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان الكتاب لو انا حركته هيفضل دايما مستمر في حالة حركة مش هيتوقف ليه مش هيتوقف لان ما فيش قوة تانية اثرت عليه تسببت فيه توقفه يبقى بالتالي هيفضل متحرك على دايما من غير قوة تانية بتأثر عليه هو ده كمان اللي ممكن يخلي السيارة لو ما عملتش قوة فريكشن مع الطريق ده اللي هيخليها تمشي على طول من غير قوة فريكشن طيب عندنا ازاي بتتغير ازاي الجسم عندي واحد جسم واحد بيأثر عليه اكتر من قوة انا لسه باللوقتي بقول ان القوة انا بأثر على الكتاب بقوة بدفعه والتيبل بتأثر عليه بقوة تانية اللي هو القوة الفريكشن قوة الاحتكاك فكده جسم واحد اللي هو الكتاب اثر عليه بقوتين فممكن نعبر عن القوتين او القوة المؤثرة او الملتبل فورس دي بي دايجرام اسمه الفي بادي دايجرام الفي بادي دايجرام ده هو سيمبل موديل بيفهمنا ايه بيفهمنا الاماونت فابلايد فورس بيفهمنا كمية الاماونت او السيستم السيستمز للأوبجيكت او الانظمة الابجيكت او الاجسام اللي بتأثر عليها قوة اكتر من قوة طبعا طيب نوضح الكلام ده نوضحه بأمثلة احنا دلوقتي لما نيجي نرسم الفري بادي دايجرام تعالوا نقول مثال هنا وبعدين نشوف بعد كده اول حاجة برسم الدايرة دي بتعبر عن الابجيكت بتعبر عن الجسم وجواها M الـ M دي بتعبر عن الماس أو الكتلة فهنا في قوة F1 وهنا في قوة F2 طيب كده في قوتين بيأثروا على الجسم طيب تفتكروا الجسم هيتحرك ازاي يعني هيمشي في اي اتجاه ما ينفعش الجسم يفضل ماشي مثلا شوية ويرجع ورا شوية يمشي شوية ويرجع ورا شوية اكيد هيمشي في مكان يعني هيمشي في مكان موحد او ثابت فهو هيتحرك ناحية الـ Right عند الـ F1 ولا الـ Left عند الـ F2 طيب نشوف مين الاكبر انتو شايفين مين الاكبر اكيد الـ F1 هي الاكبر والـ F2 صغيرة يبقى الجسم هيتحرك باتجاه اليمين الجسم هيتحرك باتجاه اليمين ولكن هنصغر السهم شوية هنقلل السهم شوية ليه هنقلل السهم لان احنا هنطرح الجزء ده من الجزء ده هنلغي الجزء ده من الجزء ده يعني هقوم جاية حتة قدي دي قدي الـ F2 وقوم لغيها عشان كده السهم هيكون قصير شوية هيحصل لشورتن او هيقصر يبقى كده القوة او الجسم هيتحرك في اتجاه اليمين بقوة اصغر من القوة الاولى ولكن هيتحرك في اتجاه ايه؟ في اتجاه اليمين ده عشان الـ Force اللي اثرت الـ Two Forces اللي اثرو عليه فخلوه بنشوف مين الاجبر ويتحرك في اتجاهها أوكي تعالوا نشوف امثلة اللي هو بيعرفني او بيقول لي الـ Free Body Diagram ده الـ Force اللي ناحية الـ Lift بتكون اقل من ناحية الـ Right يعني الجزء ده اقل من الجزء ده ممكن يباني ان هم قد بعض ولكن عدلوها في الـ PDF يعني خلوه دي اصغر شوية ودي كده يعني الـ F1 اصغر من الـ F2 طيب فكده احنا خلاص عارفنا ان الجسم كده هيتحرك ناحية ايه؟ ناحية اليمين عشان الـ F2 هي الاكبر اوكي بعد كده اللي انا عملته فوق ده هو هشرحولي تاني ان انا كده جبت الـ Net Force او محصلة القوة اللي انا طرحت الـ F2 من الـ F1 وصغرت السهم شوية وخليته يمشي في اتجاه اليمين دي اسمها الـ Net Force فلو انا بحسب الـ Net Force لو اي قوة في نفس الاتجاه بجمعها مع بعض لو عندي F1 هنا وF2 وF3 بجمعهم الثلاثة مع بعض طيب القوة اللي في الـ Opposite Direction بقى في الاتجاه الاخر بطرحها منهم يعني انا دلوقتي ما عنديش غير قوة واحدة في الـ F2 اقصدي في الاتجاه اليمين فتمام هعمل ايه بقى عشان اجيب الـ Net Force او محصلة القوة هطرح منها الـ F1 يعني هقدر كده المسافة بتاعت الـ F1 يعني كأنها هنا مثلا وهلغيها وهو ما عاملة السهمة في الاتجاه اليمين ولكن اقصر شوية هو هنا عايز نعمل Free Body Diagram للـ Net Force او محصلة القوة للـ Object ده يعني هو كان جايب لي ده وعايز نعمل الـ Net Force طبعا زي ما قلنا هنقوم جايين عند الجزء قد الجزء ده واول حاجة هو هيمشي ناحية ايه ناحية اليمين لان باين او ان الـ D اكبر هقوم جاي على جزء قد الجزء ده واقوم لغيها من هنا واقوم رسما سهم ناحية المين ولكن قصير طيب مسألة تالتة بيقول لي ان جسم بيدفع لي ناحية اليسار بعشرين نيوتن وبيدفع ناحية اليمين عشر نيوتن يلا قلولي بقى مين الاكتر مين الفورس بتاعته اكتر يعني F1 مثلا ودي F2 F1 عشرين نيوتن والF2 عشرة نيوتن يبقى هيمشي ناحية ايه اليمين ولا اليسار برافو هيمشي ناحية اليسار لان ناحية اليسار القوة بتاعتي اكبر تمام يبقى كده القوة ناحية اليسار اكبر يبقى الجسم لما اجر ارسم بقى يبقى اول حاجة هعملها ان انا خلاص عرفت ان هو بيمشي ناحية اليسار استهمي بقى قد ايه هطرح العشرين اللي هي النيت فورس الاولى مينس العشرة النيت فورس التانية يديني عشرة يعني اعمل كده سهب اقصر من العشرين تقريبا نص العشرين يعني كأنه نص يبقى كده عشرة نيوتن دي الF نت او النيت فورس اوكي اه هنجي بقى على قانون اه نيوتن الاول قانون نيوتن الاول بيقول ايه دايما القوانين بنحفظها اه زي ما هي بالضبط يعني دايما القوانين بتتحفظ بالنص كده بيقول ما لم تؤثر عليه قوة يعني ايه يعني الجسم المتحرك هيفضل متحرك سيظل متحرك والجسم الساكن او الثابت سيظل في حالة سكون او ثبات ما لم تؤثر عليه قوة يعني جسم متحرك سيارة عملة تتحرك مثلا سيارة ماشية 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 هل هتتوقف بدون ما يأثر عليها قوة توقفها اكيد لا هتتوقف ازاي من نفسها من غير ما تأثر عليها قوة فريكشن مثلا توقفها يبقى كده الجسم المتحرك هيظل في حالة حركة ما لم تؤثر عليه قوة توقفه والجسم الساكن كمان لو نفترض العربية دي توقفت هل هتتحرك من غير ما تؤثر عليها قوة تحركها لو قعدت ميت سنة مش هتتحرك غير لو قوة أسرت عليها تمام يبقى الجسم المتحرك سيظل متحرك والجسم الساكن سيظل ساكن ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حركته او تغير من سكونه بيقول لي اللي قطر بيتحرك بسرعة ثابتة او التفسير العلمي اللي حركته ما فيش قوة بتأثر على الترين اكيد لا قوة غير متوازنة بتخلي الترين موفين ولا يعني قوة المحركات بتاعت الترين او بتاعت القطار بتبالنس او بتوازن قوة الفريكشن او قوة الاحتكاك قوة بتوازن قوة تانية عكسها فده اللي بيخلي القطر ان هو يتحرك بعد كده عندنا فورس بير والفورس بير عكسها عكس البالنسد فورس البالنسد فورس هو قوة او كذا قوة بتأثر على نفس الجسم ولكن الفورس بير كذا قوة بتأثر على اجسام مختلفة او جسمين مختلفين يبقى انا كده دلوقتي عندي حاجة اسمها فورس بير وعندي حاجة اسمها بالنسد فورس الفورس بير كذا قوة بتؤثر على جسمين او اجسام مختلفة لكن البالنسد فورس هي كذا قوة بتأثر على جسم واحد تمام زي الراكت والبول دي هو الشخص ده بيدفع الراكت او بيدفع البول للامام فالبول بتدفع الراكت للخلف ليه عشان تدفعه عشان اصدق الراكت يدفع القرى للامام فالقرى تقوم عشان تنطلق للامام لازم ترجع للخلف شوية فكده الراكت والبول اثروا على بعض بقوة او عمودية على التانية القوة بتكون عمودية على الاخرى زي بالضبط مثلا التورتل او اللي هي السلحفة لما تيجي تمشي في البحر هي بتعمل ايه عشان تمشي في البحر بتدفع الماء للخلف فالماء بيدفعها للامام عشان تتحرك طيب البرد بيطير ازاي بيدفع الهواء للأسفل فالهواء بيدفعه للأعلى كل اللي انا بقوله امام وخلف واسفل واعلى دي قوة اسمها perpendicular يعني قوة عمودية يعني القوة اللي بتأثر على الاجسام بتكون قوة عمودية يبقى كده عندي مثال التورتل ان هي بتدفع الامام للخلف فالماء بتدفع قصد الماء للخلف فالماء بيدفعها للامام يبقى انا كده عندي قوتين او عندي جسمين التورتل وعندي الووتر عندي البرد وعندي الهواء البرد بيدفع الهواء للأسفل فالهواء بيدفعه للأعلى عندي البول والراكت البول الراكت بيدفع القرى للامام فالبول بتدفع الراكت للخلف وهكذا كل دي الفورس بيرز الفورس بيرز ما عندهاش النت فورس بتاعتها ما ينفعش تبقى زيره يعني لو القوة المؤثرة على الراكت تساوي القوة المؤثر على البول ما بتكونش النت فورس بتاعتها زيرو عادي لان هم بتأثر على اجسام مختلفة ولكن لو البلانسد فورس بقى لو البلانسد فورس اللي هم كزا قوة بتؤثر على جسم واحد اللي هيحصل النت فورس لو القوة على الجسم القوة الاولى على الجسم بتساوي مثلا الخمسين والقوة على نفس الجسم القوة التانية على نفس الجسم بتساوي خمسين يبقى هيلغوا بعضهم وي النت فورس بتساوي زيرو هتكون بتساوي زيرو ده لو قوة بتؤثر على نفس الجسم. طيب لو قوة بتؤثر على اجسام مختلفة يبقى مش هيحصل مش هيحصل مش هتكون زيرو حتى لو كانت القوة متساوية. بعد كده نيجي للنورمال فورس والنورمال فورس هي الفورس اللي بتدفع الجسم او سطح الجسم زي ما انا لسه قيلة مثال ومثال 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 كل دول بيدفعوا بعض دي بنسميها نورمال فورس. نيجي لقانون نيوتن الثالث. بيقول ايه قانون نيوتن الثالث بيقول لما جسم يأثر بقوة على جسم اخر. الجسم الثاني اللي اثر عليه بقوة هيأثر كمان على الجسم الاول بنفس القوة ولكن في اتجاه متعاكس. يعني ايه برضو? يعني جسم واحد اثر على جسم اتنين بقوة. اذا جسم اتنين هيأثر على جسم واحد بنفس القوة دي بالزبط. ولكن في اتجاه ايه? في اتجاه متعاكس. بالعربي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. الفعل اللي تم على الجسم الثاني فالجسم الثاني هيعمل ري اكشن او رد فعل على الجسم الاولين بنفس القوة ولكن في الاتجاه مختلف. زي عندنا نوع اللي هي قوة التصادمات. لو كورتين جبنا كورة وكورة وصدمناهم ببعض. فالكورة هتأثر على بعضها بقوة هيدفعوا بعض يعني هما اتنين هيأثروا على بعض النفس القوة فهيدفعوا للخلف. يعني هما دلوقتي تم استضامهم ببعض فبعدين اللي هيحصل يقوموا يرتدوا للخلف زي ما انتوا شايفين كده. عشان دي قوة ده تبع قانون يوتن بقاء الثالث. طيب عندنا امتى? يعني هل في كل الحالات الاجسام بترتد عن بعضها يعني اول لما نقرب الجسمين من بعض بيرتدوا. قال لنا ده خاص بالالاستيك اوبجيكت يعني الاجسام المرنة. لو الجسم مرن زي الكورة يبقى هيرتده في الاتجاه المخالف. طيب لو جسم الاستيك يعني جسم غير مرن اللي بيحصل الجسم الغير مرن بيروح يعمل استاك او يعني يلزق هنا كده او يتماسك في الجسم المرن الاخر ويتوقف. يبقى انا الدفع للخلف يعني لما الاجسام تصطدم ببعضها وتدفع للخلف في اتجاه المعاكز ده خاص بالالاستيك او الاستيك او الاستيك او المرنة. لكن لو الاجسام الاستيك غير مرنة يبقى الجسم اللي هو الاستيك هيعمل ايه? هيعمل a person is applying a force to the right and an object زي ما هو موضح لي في الرسمة هنستخدم المودل اللي هو ده عشان نجاوب على سؤال التاني والتالت ايه القوة اللي بتاكت على البرسون القوة المؤثرة على البرسون هي الفورس اللي بتساوي الفورس ابلايت جونج تو دا ليفت يعني القوة المؤثرة على الشخص ده هي القوة اللي بتساوي يعني هيأثر عليه قوة تساوي نفس المقدار الافون هتأثر عليه قوة في الاتجاه المخالف يعني نفس السترينث ولكن في الابوزيت دايريكشن يعني هو الشخص ده واقف في الايس ومافيش قوة فريكشن ايه الموشن بقى بتاعة الشخص ده هتكون ازاي؟ يعني مافيش قوة توقف الشخص ده فبالتالي هو بيدفع بيدفع للامام والايس بيدفعه للخلف او بيدفع لليمين والايس بيدفعه للاتجاه المخالف اللي هو الشمال تمام؟ عشان ده تبع قانون يوتين التالت ان لكل جسد لكل فعل هو بيدفع للامام ده كده الفعل رد فعل اهو رد الفعل هيكون في الاتجاه المخالف مساوي له في المقدار يعني يكون قد الاف دي ولكن مضاد له في الاتجاه يعني لو دي الرايد دي هتكون لللفت يبقى الاجابة هتكون السي ايه اللي من الامثلة دي؟ مش بيأثر على الفورس بير طيب الفورس بير اللي هي قانون يوتين او بتفصل لي قانون يوتين او ان قوة قصدي بتأثر على جسمين ان قوة بتأثر على جسمين كمان طيب نيجي للتاني مثال when a driver jumps off a diving board البورد هتبوش the diver up كده فعل ورد فعل تمام ice skater لما يبوش off a wall الول كمان هتبوش the skater off the wall طيب when a boy pulls a wagon الوجون هتبوش the pack on the boy كده فعل ورد فعل طيب يبقى كده قصدي وكده كمان جسمين وجسم او جسمين بيأثروا على بعض بقوة عندي هنا ال diver وعندي هنا ال diving board وعندي هنا ال skater عندي هنا ال diver وعندي هنا ال board عندي هنا ال ice وعندي هنا ال wall عندي ال boy وعندي ال wagon طيب هنا بيقول في السؤال في الاجابة الاولى when you push a bike breaks the friction between the tires and the road increases ده ملوش علاقة بال force bear يبقى هي دي مش بتعبر عن force bear بعد كده نيجي لل contact وال non contact force ال contact force هي القوة قوة دفع وسحب الاجسام ال push وال pull بتاعت الجسم ولكن بيكون فيه تلامس ما بين الاجسام عكسها non contact force ما بيكونش فيه تلامس ما بين الاجسام ال contact force زي ايه زي مثلا لما احنا طبعا ممكن تكون ضعيفة وممكن تكون قوية تكون ضعيفة زي ما احنا مثلا بنضغط على الكيز في الكيبورد عشان نكتب حاجة مثلا فالضغط على الكيبورد ده قوة ضعيفة ولكن انا لازم ألامس الكيبورد عشان يضغط يبقى كده قوة ملامسة للجسم هي contact force طيب زي ايه زي اللي بتسبب يعني مثلا لو لو شخص جاب بلونة ويعمل لها رابد او احتكاك في قطعة صوف البلونة هتكتسب electric charge او charge او شحنة كهربية لو قربنا البلونة دي من شعرنا لو قربناها مش لمسة شعرنا لا قربناها فقط من الشعر هنلاقي ان الشعر بيتطاير ناحية البلونة هل كده الشعر والبلونة لمسوا بعض لا ما كانش فيه touching يبقى كده دي non contact force زي كمان الماغنتس الماغنتيس بيأثر على اي جسم معدن من غير ما يلمسوا زي كمان قوة الجاذبية الثلاثة دول من امثلة اللي هما الالكتريك فورس والماغنتيك فورس والجرافتيشنال فورس بعد كده للجرافتيشنال فورس هيوضحها لنا اكتر بيقول ان الجرافتي هي الاتشاكتف فورس اللي بتكون موجودة ما بين كل الاجسام اللي عندها كتلة اي جسم عنده كتلة يبقى هتأثر عليه قوة الجرافتي ايه هي الماس اصلا تعريف الماس هي amount of matter in an object هي كمية المادة في الجسم معين دي بنقول عليها ماس كتلة كتلة بقى كبيرة كتلة صغيرة ايا كان على حسب amount of matter in an object طيب لو احنا عايزين دلوقتي نجيب التصارع الجاذبي التصارع الجاذبي او الاجرافتيشنال بيساوي ايه بيساوي الفورس احنا لسه قلين الاجسل ريشة بتساوي الفورس على على ايه على الماس بساوي الاجسل ريشة طيب احنا عايزين نجيب الجرافتيشنال قوة الوزن قوة بيتقاس كمان بالنيوتن فانا ممكن استبدل الفورس بالويت في الجرافتيشنال اكسل ريشن يبقى كده الويت على الماس الجرافتيشنال اكسل ريشن بتكون ثابتة للابجيكتز بتكون كام 9.8 متر دي بتكون زي ما قلنا رقم ثابت طيب نشوف كده مسائل الويت هو جرافتيشنال فورس اجزورتد اون اين اوبجيكت جرافتيشنال فورس او قوة جاذبية موجودة على الجسم تمام هو جايب لي مسألة المسألة جايب لي الويت بيساوي الماس في الجرافتيشنال فورس اللي هو القانون اللي نستقل الجرافتيشنال بتساوي الويت على الماس لو احنا عايزين نجيب الويت يبقى هنعمل ايه هنضرب في الماس بعد كده طبعا لو هو جاب لي مسألة مسلا وقال لي نحسب الوزن لجسم قتلته مسلا 10 كيلو جرام وسكت المسألة كده خلصت طيب الويت مجهول الماس عندي بعشرة كيلو جرام طيب الجرافتيشنال فورس بتساوي كام اجيبها ازاي انا لسه الى لكم الجرافتيشنال فورس 9.8 يعني هو مجهول لازم يجيبها لي في المسألة انا خلاص عارفتها يبقى ها ضرب الـ 10 في 9.8 يديني الويت بعد كده عندنا الميكانيكال انردي اخر موديول عندنا نوعين من الميكانيكال انردي كايناتك وبوتنشل كايناتك انردي وبوتنشل انردي اي جسم متحرك لازم يكون عنده كايناتك انردي وبوتنشل انردي الكايناتك انردي دي بسبب الموشن يعني طول ما الجسم في حالة حركة هو كده عنده كايناتك انردي طيب الجسم توقف غير الـ position بتاعه غير المكان بتاعه يبقى كده عند كده الـ potential energy يعني الكرة اللي هو بيدفعها دي الكرة هتغير الـ position من هنا مثلا هتروح تسقط هناك بعيد هنا يبقى الـ position غيرت الـ position من هنا لهنا يبقى دي الـ potential energy بتاعتها طيب طول ما هي ماشية في المسافة دي طول ما هي ماشية يبقى دي الـ kinetic energy بتاعتها يبقى الكيناتك انرجي هي due to motion potential energy بتساوي due to position due to التغير أو بسبب التغير في position طيب الماس والكيناتك انرجي ايه علاقتهم ببعض العلاقة ما بينهم proportional يعني ايه يعني كلما زادت الماس بتزيد كمان معاها الكيناتك انرجي او كلما زادت الكيناتك انرجي بتزيد معاها الماس العلامة الموجودة دي معناهم اللي هما proportional او بيتناسبوا طرديا مع بعض الجراف ما بينهم هيكون كده الكيناتك انرجي والماس كلما زاد الكيناتك انرجي بتزيد الماس بيتفعلوا طرديا مع بعض يعني عندي هنا كورتين كورة عندها الماس بتاعتها 58 جرام وهنا 145 جرام الاسبيد متساوية ما ليش دعوة بالاسبيد انا ليه دعوة بالماس طيب شايفين الكيناتك انرجي هنا ازاي يعني ده كده انرجي بور بيعبر عن الكيناتك انرجي شايفين انهي فيهم كيناتك انرجي عالية اكيد اللي بكتلتها 145 جرام الكيناتك انرجي بتاعتها عالية لان الماس proportional مع الكيناتك انرجي دي العلاقة ما بينهم بنمثلها برياضيا بالطريقة دي عندنا لو احنا جيبنا مثلا جسم بيمط معانا شبه المطاط مثلا شبه الربرباند شبه الاستيك او المطاط واعدت اشده 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 امطه انا كده بعمل ايه بزود الانرجي ستورد او الطاقة المخزنة جواه والpotential energy دي هي الطاقة المخزنة او الانرجي ستورد فانا عمالة اخزن الطاقة اخزن الطاقة اخزن الطاقة كلما امده لدرجة اللي انا لو سبته هيطير لمسافة بعيدة جدا ليه لان الطاقة المخزنة جواه كانت كبيرة جدا فمشي لمسافة بعيدة تمام يبقى كده ده كده الجسم اللي انا بقدر اتحكم في الpotential energy بتاعته اسمه elastic potential energy لاستأخذين elastic يعني مرن مرونة جسم مرن يبقى أنا الجسم اللي بقدر أتحكم في potential energy بتاعته ده بيكون elastic يعني مرن هو energy stored in objects that are compressed or stretched يعني الobjects دي بتنقدر نضغطها أو نعمل لها stretch زي spring و rubber band أنواع potential energy gravitational و electric و magnetic لاستأخذين الثلاثة دول في أمثلة الحاجة تانية اللي هي إيه Bravo اللي هي non contact force non contact force gravitational electric و magnetic برضو يعني دول non contact force و كمان potential energy طيب أنا عايزة دلوقتي أزود gravitational force بتاعت جسم بعمل إيه ببعده عن الأرض مش الأرض هي مصدر الجاذبية فأنا لو عايزة أزود potential energy بتاعت جسم ببعد الجسم ده عن مصدر الجاذبية يعني هي دلوقتي بتحاول تزود potential energy عن طريق إيه إن هي رفعت الشنطة بتاعتها رفعت الباكباك بتاعتها عن الأرض فكده زودت potential energy طيب لو أنا عندي جسم كده وجسم كده وجسم كده وشخص مثلا هنا وشخص تاني هنا وشخص تالت هنا أو كائن أي كائن بقى مين الشخص اللي gravitational energy أو potential energy بتاعته عالية الجرافتشنال potential energy بتاعته عالية أكيد اللي فوق لأن احنا قلنا كلما ارتفع الشخصة أو كلما ارتفع الجسم كلما زادت الجرافتشنال potential energy بتاعته تمام الجرافتشنال potential energy هي خلاص لحد الأوبجيكت يبقى كده potential energy عامة عامة لكن طالما حديد لي in a gravitational field يبقى دي ال gravitational potential energy بس كده يعتبر خلصنا طبعا أنا يعني بشرح بسرعة عشان خلاص ما فيش وقت وكمان أنا قررت الكلام ده كتير فبإذن الله لو في حد محتاج حاجة يسألني في الكومنتات وأحاول عيدها تاني إن شاء الله بالتوفيق للجميع